إذن بسبب الظروف التي مرت بها المملكة إثر جائحة كورونا قررت الجامعات الأردنية تحويل التعليم من التعليم فيزيائيا في الجامعات إلى التعليم الإلكتروني هل نجحت هذه التجربة؟ تفاصيل كل التقييم لتجربة التعليم عن بعد مع زميلنا معاذ الردايدة معاذ صباح الخير صباح الخير رانيا وصباح الخير للمشاهدين من هون من جامعة اليارموك إحدى أعرق الجامعات الحكومية الأردنية التي خرجت العديد من الأردنيين وأيضا من المغتربين من جميع أنحاء العالم سواء من الدول الأوروبية أو من الدول العربية اليوم حديثنا يدور حول التعليم الإلكتروني وأيضا هل هناك تخريج لطلبة الفصل الثاني؟ أم سيستعيد الجامعة عنهم أو عن التخريج بتسليم الشهادات فقط؟ قبل الترحيب بضيفي دعنا نرى هذا التقرير ومن ثم نرجع حالها كحال الجامعات الأردنية الأخرى أفرغت مبانيها من الطلبة ليبقوا في بيوتهم ويتلقون التعليم عن بعد خوفا عليهم من فيروس كورونا وتماشيا مع قرارات رئاسة الوزراء ووزارة التعليم العالي جامعة اليارموك التي يجلس على مقاعدها أكثر من 45 ألف طالب وطالبة يتلقون العلم بمجالات عدة فاليوم أصبح معلمهم يلتقيهم عبر شاشات الحاسوب والتقنيات الحديثة ليعطيهم جرعات العلم عن بعد لكن هل نجحت هذه التجربة؟ وهل كانت خطوط التغذية الراجعة مفتوحة؟ جمعت من خلالها الجامعة قاعدة بيانات ستسهم في تحسين هذه الآلية في الفصول القادمة تبقى عدة أسئلة معلقة بانتظار إجاباتها من المسؤولين وذوي الإختصاص وهذا ما سنجيب عنه من الميدان نعم من الميدان هذا ما سنجيب عنه اليوم مع الدكتور زيدان كفافي وهو رئيس جامعة اليارموك بالبداية صباح الخير وكل عام وأنت بخير صباح النور وأهلا وسهلا برؤية ومن يرموك العز ويرموك الكرامة أقدم أحلى وأجمل أتهاني لسيد البلاد بمناسبة العيد الحادي والعشرين لجلوسه على العرش وباسم جميع العاملين في جامعة اليارموك أرفع برقية لسيدي صاحب الجلالة مهنئا أعود إلى سؤالك بداية كل الجامعات الأردنية أصابها نفس الشيء وعندما تتحدث عن التعلم عن بعض تتحدث عن منهج تعلم وتعليم جديد وإذا أردت أن أسهب بالحديث حول الموضوع أود القول ابتداء أن الأمر كان مفاجئاً وغير مفاجئاً كان مفاجئاً لأنه في 17 ثلاثة علقت الدراسة ويجب أن يكون وتحول التعلم والتعليم إلى التعليم عن بعد غير مفاجئاً في عام 2015 كانت وزارة التعليم العالي قد سمعت الجامعات الأردنية بتدريس ما نسبته 25% من المساقات التي درس في الجامعات بواسطة التعلم عن بعد الآن كما تعلم أن كل بداية بتواجه صعوبة والبداية أنا بقول كل ربا ضررت نافعة إحنا بدأنا في صعوبات كثيرة قبل من 17 ثلاثة طبعاً الصعوبات كانت بتهيئة البنية التحتية تدريب أعضاء الهيئة التدريسية قبول الطلبة بهذا التعلم طريق وسيلة التعلم عن بعد الجديدة وهكذا دواليك الآن لا توجد أي مشكلة في تقبل الناس سواء من أعضاء الهيئة التدريسية أو الطلاب في هذه الوسيلة وطريقة تعلم عن البعد بإثبات درجة المشاركة في الامتحانات النهائية من قبل الطلاب تصور يعني على الأقل ما نسبته بين 97 إلى 95% نسبة المشاركة من الطلاب الآن إحنا قطعنا التعلم عن بعد فيه إلو أكثر من مرحلة المرحلة الأولى شزناها بنجاح لكن يجب أن نبني عليها وأنا برأيي البناء يجب أن نكون بحاجة إلى أمرين إجداء نحن بحاجة إلى تشريعات ناظمة لهذه الوسيلة الجديدة للتعلم عن البعد وتشريعات تعلق بقوانين وأمم وتعليمات عامة تصدر عن مرجعية وتتحكم بقضية التعلم والتعليم عن البعد الأمر الثاني إثبات مصداقية الامتحانات هذان الأمران يجب العمال عليهم الآن دكتور إذا ما تحدثنا عن الامتحانات على وجه الخصوص اليوم بعض الطلبة يواجهون صعوبة في الامتحانات لربما لأنها في السؤال لا يتكرر لا يمكن العودة إليه هذا الأمر ينطبق في اليرموك وأيضا في جامعات أخرى اليوم نقيم هذه التجربة ونقيم تحديدا أمر الامتحانات ولربما أمر ناجح راسب سيهون على الطلاب في بعض الأحيان بصراحة بتوجيه من مجلس التعليم العالي كل الجامعات الأردنية وبأمر الدفاع رقم سبعة في آخر كلماته مصلحة الطالب فوق كل شيء فإحنا أخذنا هذا الأمر بعين الاعتبار وقضية الامتحانات طبعا هي كيفية ضبط الامتحان وجودة الامتحان طبعا هذه مسألة بحاجة لا تزال بحاجة إلى وقت أقول أكثر أحام لكن كان فيه أكثر من وسيلة منها مثلا أن الامتحان يظهر السؤال لفترة محدودة من الزمان وثم يختفي على أساس الطالب ما يكون عنده وقت للغش طبعا نحن الآن نعم نجرب مجموعة من وسائل لكن أنا أتصور بعد هذه التجربة الكبيرة والمفيدة يجب أن تكون هناك وسائل مثلا شو سوينا بيرموك نحن شكلنا لجنة برئيس دكتور أحمد العجدون نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية للتعلم عن بعض الآن كنا نعطي دورات للأساتبة انقطعت الدورات لأنه بخصوص التعليق الدراسي الآن بشهر ستة عندنا ثلاث دورات للأساتبة في الجامعة حتى نعدهم للمستقبل وأنا بقول حتى لو كان تدريس بالصيفي في القاعة الصفية يجب أن تكون منسبتهم خمسين في المئة من المساقات بوسط التعلم عن بعض ليش؟ أولا أنت بتعطي مجال سبيس من المساحة لأنه إذا بدك تدرس في قاعة الصفية بدك تكون في فراغات ومن هنا لما بكون خمسين في المئة من المساقات بتعلم عن بعض تبقى مساحات فارغة تستفيد منها الجامعة الشغال الثاني الآن كل العالم عم يستخدم هذه الطريقة تتعلم عن بعض لكن كل شيء له فوائد أو إيجابيات وسلبيات فإنت بدك تستطيع أن توازن ما بين الإيجابيات والسلبيات الآن مدى الرضا من قبل الطلاب إحنا وزعنا استبيانة على كل الطلاب على أساس الطالب بمؤدي امتحان بعبي استبيانة ونشوف مدى الرضا عن المادة التدريسية جودة المادة التدريسية رضا عن معلم المادة وهكذا دوليك وبعدها نستطيع أن نخرج يعني أنا قرأت إحصائية وجوز نسبة الرضا مقبولة الآن بكل الأردن يعني كان في تغذية راجعة وخطوط التغذية الراجعة كانت مفتوحة لتحسين هذه العملية نعم 100% لأنه بدون ما تأخذ رأي الطلاب ما بتزمطش مش بس بالطلاب وأيضا عضاء الهيئة التدريسية لأنه عضو الهيئة التدريسية أنا بشكر زملائي عضاء الهيئة التدريسية في جامعة اليارموك كما أشكر طلاب الذين وضعوا أيديهم بأيدي الدولة لإنجاح هذه العملية يعني زملائنا تعبوا تعب شديد لأنه بتعرف لأول مرة تحضير المادة والمادة اللي بدك تنزلها على المنصة الإلكترونية تختلف اختلافا تاما عن المادة التي بدرسها داخل القاعة الصفية فمن هنا إحنا الآن لكن أنت لما بكون الآن الأستاذ اجتاز هذه المرحلة الأولى يبدأ بتحسين المادة حتى توأم وجود التعلم والتعليم يعني هذا فيما يخص التعلم والتعليم الإلكتروني دكتور نذهب إلى موضوع آخر وهو موضوع الخريجين الذين أنهوا متطلبات الدراسة في الفصل الثاني نعلم بأنه بعد كل فصل هناك تخريج لدفع في هذا العام ولخصوصية الموقف ولخصوصية جائحة كورونا والتباعد الاجتماعي هل سيكون هناك تخريج أو الجامعة تتباحث في أمور أخرى الواقع يعني تحدثت مع الزميلة الأسادة الدكتورة أمالين صير عميدة شؤون الطلبة في جامعة اليرموق حول هذا الأمر وأيضا مع الأسادة النواب الرئيس ومع العمداء نقشنا هذا الأمر بالمجريات الحالية من الصعب جدا أن يكون هناك حفل تخريج لأنه حتى الآن الجامعة طلاب ما عادوا إلها ثانيا حتى لو صار حفل تخريج بده يكون فيه مسألة تباعد الجسدي ما بين الناس طيب أنت بدك تعملها بين الطلاب لكن الحضور الأهالي ما بتقدر تزبطها ومن هنا للمصطحة العامة أنا أيها لي أنه نعتذر حتى الآن ما بتدير بكرة شو بصير ما نعلم ما القادم لطلبتنا الأعزاء اللي هم نفتخر فيهم كما أنت خريجي الجامعة اليرموك وجامعة اليرموك طلابها كما أنا خريجي الجامعة الدينية سفير الجامعة الدينية أنت سفير الجامعة اليرموك وإحنا بالأردن يد واحدة وراء قائد المسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم والحمد لله نحن بألف خير والله العظيم أنا ما بشذب أنه اللي بأمريكا بيتمنى يكون بالأردن الآن صحيح يعني شكرا لك على هذه الروحة الإيجابية دكتور وشكرا لك على هذا الكلام الطيب ونتمنى لكم التوفيق في المسيرة القادمة لعل كان الصيفي على مقاعد الدراسة أو كان إلكترونيا فيبدو بأنكم على جاهزية لاستقبال الطلبة سواء في بيوتهم أو حتى على مقاعد الدراسة طبعا نحن مؤهلين ومستعدين لكل طارق لكل شيء وأهم شيء فوق كل هذا وذاك اللي هي عملية التعاون والتشارقية ما بين الجامعة كمؤسسة أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة إحنا يعني الناس كانت تتفكر لما بدأت العملية أنه في طلاب ما عندهم أجهزة إلكترونية وصعوبة التواصل إلى آخرين أنا تواصلت مع الطلبة عبر زوم طلبة دراسات العليا وطلبة الاندراك راجويت الواقع الشكوى ما كانت على توفر الأجهزة كانت الشكوى على ناجح راسب على العلمات توزيع العلمات هذا كان الفوكس اللي اللي بدور بين الطلاب إحنا أبوابنا مفتوحة إحنا موجودين لخدمة الطلاب وإن شاء الله الأمور كلها تتم بخير وأرجع وأرجع كل عام الأردن بألف خير وسيد البلاد بألف خير وعمر مديدا لجلالة الملك ومناسبة جلوسه على العرش وتوليه سلطاته الدستورية هذا عيد نحتفل به ونفخر به ونقول سر يا حدي الرقم ونحن مروراك نعم شكرا لك دكتور على استقبالنا وشكرا لك على هذا الحديث الشيخ لذيق الوقت كنا نتمنى أن نكون بحديث أكثر وأكثر إن شاء الله سنزوركم في الأيام القادمة شكرا لك وكل عام وانت بخير وأدام عليك الصحة والسلام الله يسعدك نعم هذا الحديث من هنا من جامعة اليار موك مع ضيفي الدكتور زيدان كفافي رئيس جامعة اليار موك نتمنى أن تكون الرسالة وصلت للجميع وعودها إلى استوديو دنيا يا دنيا